بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأسأله عز وجل أن يجعلنا من أتقاء هذا الشهر الكريم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل يستمر اللقاء ويستمر درسنا مع آيات من كتاب ربنا عز وجل ونحن في شهر رمضان شهر القرآن ونحن في بيت الله الحرام وبلده الحرام مهبط الوحي فما أجمل أن يجتمع شرف الزمان وشرف المكان وشرف العلم وأعظم ما يكون شرف العلم عندما يكون تعلم آيات الكتاب الكريم درسنا مع سورة إقرأ والتي كانت مقدمتها هي كما قال الحافظ بن كثير رحمة الله عليه هي أول رحمة رحم الله بها العباد وأول نعمة أنعم الله بها عليهم تلك الآيات الخمس التي في صدر سورة العلق كانت هي البداية التي بها صار محمد بن عبد الله نبيا والتي بها مقدمة الرسالة لهذا النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تلك الآيات الخمس عظيمة عظيمة لما جمعت من أمور وكليات ومحكمات ومسائل استنبطها العلماء الربانيون وهم ينظرون في كتاب الله عز وجل استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن وترديد قراءة القرآن وتدبر القرآن سعياً لفهم مراد الله عز وجل وكما قلت فيه درس الماضي فإن ما استنبطه العلماء وقوفاً مع كل آية من هذه الآيات فإنه أمر عظيم فأشير لما ذكرت سابقاً باختصار ثم أبني عليه ما بقي فيما يتعلق بالآيتين الأوليين من هذه السورة الكريمة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق فمما ذكرته في درس الماضي أن اقرأ في اللغة بمعنى الإظهار والإبراز وأن القراءة تكون لمكتوب أو لمقروء وأن المقصود هنا القراءة لمتلو القراءة إما أن تكون لمكتوب أو لمتلو والمقصود هنا القراءة لمتلو وأن هذه الآية الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق فإن فيها تكليف لتحمل الوحي تكليف للنبي صلى الله عليه وسلم بتحمل الوحي وأيضا فيها بيان للجهة التي كلفت بهذا الوحي وفيها أيضا التدليل على تلك الجهة وهي بوصف الخالقية باسم بوصف الخالقية فجمعت هذه الآية الرسالة والرسول والمرسل والدليل المجمل أربع قضايا تضمنتها هذه الكلمات المعدودة وكل من هذه الأربعة له شأن عظيم أيضا مما أشرت إليه في الدرس الماضي وهو أن الإنسان محط العناية الإلهية الربانية فالإنسان هو مقصود رسالة السماء والإنسان مخلوق مكرم لذلك كان مقصود رسالة السماء ووضحته هذا الأمر في الدرس الماضي ثم أيضا مما ذكرته أن التعليم أكبر مظاهر التكريم وأعظم العطاءات الربانية لهذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى علم هذا الإنسان علمه بأن جعل فيه الفطرة وتلك مقدمات العلم الصحيح وعلمه يوم أن خلق فيه أدوات التعلم العقل الفؤاد والبصر والسمع كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة علمه يوم أن أنزل هذا الهدى على صفوة الخلق وأمرهم بتبليغه للناس وتعليمهم هذا الهدى الذي نزل عليهم من عند الله عز وجل علمهم يوم أن خلق القلم وعلم بالقلم فإذا هذا أعظم عطاء من الله عز وجل لهذا المخلوق المكرم فإذن التعليم أكبر مظهر للتكريم ولما كان العلم بهذه المكانة فإننا نجد أن خطاب الوحي كان كذلك ولذلك ذكرت كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والتي يقول فيها فإن الخطاب العلمي في القرآن أشرف من الخطاب العملي قدرا وصفة أيضا مما أشرت إليه في الدرس الماضي أن إقرأ دلت كما قال العلماء دلت على أن إصلاح الإنسان يبدأ أن إصلاح الأفكار قبل إصلاح الأعمال لأن الأصل في إقرأ أنها تصحيح لعقل الإنسان وفكره وبيت أفكاره فلذلك يكون إصلاح الفكر قبل إصلاح العمل وأيضا الفكر مرتبط بباطن الإنسان والعمل مرتبط بظاهره فدل على أن إصلاح الباطن مقدم على إصلاح الظاهر وأيضا الخطاب هنا بالفرد إقرأ فدل على أن إصلاح الفرد هو الأصل وأن إصلاح المجموعة هو الفرع فلذلك إصلاح الأصل في أن يكون صالحا في ذاته ثم بعد ذلك إصلاح علاقته مع من حوله فأيضا دل على أن إصلاح الفرد هو الأصل أيضا مما ذكر في الدرس الماضي أن تعليم الله عز وجل للإنسان سابق عن تعليم غيره له وقلنا هذا ما دل عليه في قصة آدم عليه السلام وأنه نزل إلى هذه الأرض مهدي بهداية الله عز وجل له فلذلك كان تعليم الرب جل جلاله للإنسان سابق فإن قلنا باعتبار الفطرة فهذا سابق وإن قلنا باعتبار الهدى فهذا سابق لذلك كان الأصل في بني آدم الإيمان والإسلام والكفر طارئ عليهم والأصل فيهم الاجتماع والافتراق طارئ عليهم فلما كان مصدر العلم هو الوحي تحقق ذلك الأمر في أول مجموعة سكنت الأرض آدم وزوجه حواء فإذن كانوا على هذا الإيمان مجتمعين إكمالا أيضا لما ذكر العلماء حول هتين الآيتين فمما أشار له العلماء أن في قول الله عز وجل اقرأ اقرأ قبل الأمر بأكتب لأن الإنسان خلقه الله عز وجل لغاية وله هدف في هذه الحياة الله عز وجل حدد تلك الغاية وحدد ذلك المسار الذي يسير عليه هذا الإنسان ورتب على تلك الغاية مآل ونتيجة وثمرة فلما كانت غاية الإنسان عبادة الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى أخبر هذا الإنسان أن نتعلم هذا الأمر وكيف يحققه في حياته وحتى تكون له الثمرة التي هي الفوز والنجاة فلا بد أن تكون البداية أن يقرأ وحي الله وأن يتلقى وحي الله وأن ينطلق من وحي الله وليس الانطلاق من عند نفسه وإنما البداية من وحي الله فلذلك كان الأمر الأول إقرأ ولم يكن الأمر الأول أكتب فالأمر الأول أن تتلقى فإذا هذا هو مصدر التلقي وهذا هو الأمر الذي من خلاله يحقق الإنسان غاية وجوده ويتحقق له الثمرة وهي الفوز والنجاة فإذا إقرأ دلت على أن الإنسان ينطلق بناء للحقائق في عقله من وحي الله سبحانه وتعالى وهذا حقيقة أصل عظيم وكل من انطلق من غير وحي الله ومن غير هدى الله فإنه سلك طريقا منحرفا قل إن الهدى هدى الله فالحق والحقانية إنما يتلقاها الإنسان من وحي السماء فلذلك إقرأ أسست لي هذا الأصل العظيم أيضا إقرأ دلت وبكل وضوح أن المقروء من عند الله لا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رد على كل من يقول أن القرآن إنما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإقرأ إذن دلت على أن القرآن من عند الله عز وجل أيضا إقرأ دلت على تأسيس نظام الأوليات فلما تبين لنا أن إقرأ دلت على أن البدأ بإصلاح الأفكار قبل الأعمال وإصلاح الباطن قبل الظاهر وإصلاح الفرد قبل المجموع فإذن دلت على ترتيب الأوليات فعندما يبدأ الإنسان في إصلاح نفسه فبعد أن ينطق بالشهادتين فإنه لا بد أن يدرك أن إصلاح باطنه أساس وأصل أيضا اقرأ باسم ربك الذي خلق دلت على أن أول العلم وأعظم العلم هو العلم بالله سبحانه وتعالى أن أعظم العلم وأول العلم هو العلم بالله عز وجل العلم به خالقا والعلم به معلم العلم به خالقا لكي يستقر في قلبي الإنسان بعد هذا العلم أن الذي خلق هو صاحب الحق أن يأمر في هذا الإنسان كيف وأن هذا الخالق عليم حكيم رحيم فإذن هذه الأمور التي تؤسس في قلب الإنسان الخضوع لتعليم الله سبحانه وتعالى فلذلك إذن هذا أول العلم العلم بربنا عز وجل العلم به خالقا والعلم به معلما لهذا الإنسان وأن هذا حقه جل جلاله أيضا مما دلت عليه هذه الآية الكريمة أن هنا اقرأ حذف مفعوله اقرأ القرآن فحذف المقرو لأن المقام كما قال العلماء أن المقام هنا المقصود منه بالدرجة الرئيسة إشارة إلى الاستجابة لأمر الآمر والمعلم وهو الله سبحانه وتعالى إشارة إلى الاستجابة لهذا الآمر الذي أمر بالقراءة وأن الأصل هنا أن أمر الله عز وجل لابد لابد أن يقابل من قبل هذا الإنسان بالقبول والطاعة والانقياد فلذلك لما كان الأمر متجه إلى هذا المعنى العظيم وهو إيقاف هذا الإنسان أمام مسؤوليته نحو ربه عز وجل وأنها قائمة على السمع والطاعة والاستجابة وعدم المخالفة لما كان هذا هو المقصود لذلك حذف هنا مفعول إقراء وجاء ذكر والإشارة إلى هذا الآمر والدليل على حقانيته في هذا الأمر على حقانيته في هذا الأمر أنه يأمر فيطاع أنه يأمر فيطاع لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلما كان هذا المعنى هو المعنى الأعظم الذي يراد عند نزول هذه الآية فلذلك كانت صياغة هذه الآية بهذه الكيفية أيضا اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك الرب من الربوبية والرب اسم من أسماء الله عز وجل والرب من الربوبية والتربية واسم الرب بهذا المعنى وبهذا المدلول فإن فيه ذاك القرب بين الإنسان وربه عز وجل والإضافة هنا إضافة ذاته العلي جل جلاله إلى عبده قال العلماء أفادت هذه الإضافة أمورا ثلاثة أفادت التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها معنى تكريم وتشريف وأفادت الخصوصية بمعنى فهو ربك الذي الذي أمر هو ربك والذي ينبغي أن تطيع ربك فهذه الإضافة وهذه الخصوصية ترفع مستوى المسؤولية ومستوى والتحفيز للاستجابة لذلك الأمر والمعنى الثالث الذي ذكره العلماء اقرأ باسم ربك قالوا للدلالة على أن ذاك الاتصال اتصال عطاء ورحمة ومنة اتصال عطاء ورحمة فإذن فيها تكريم فيها خصوصية فيها اتصال قائم على المنفعة والرحمة والعطاء فإذن لما كان هذه المعاني يعني دلت عليها هذه الإضافة وذكر اسم الرب أيضا مما ذكر العلماء في قوله اقرأ باسم ربك قالوا أنه ابتدأ ببيان منهج القراءة قبل أن يذكر المقرو فما هو المنهج المنهج أن تتلقى عن الله والمنهج أن تقرأ مستعينا بالله والمنهج أن لا تقرأ شيئا إلا بعد الإذن من الله عز وجل إذن كل هذه المعاني العظيمة وهي منهج ولذلك ننظر سبحان الله إلى واقع واقعنا وواقع الكثير من الناس إلى أي مدى نحن نلتزم بهذا المنهج الذي ابتدأت به سورة اقرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الأصل أن يتعلم والأصل في تعلمه أن يأخذ من وحي الله ويبني حقائقه وفق وحي الله عز وجل وأن لا يقرأ شيئا إلا بعد أن يجد الإذن من الله عز وجل في هذا المقروء وأن تكون قراءته مستعينا بالله عز وجل فإذا هو استئذان وتوكل استئذان فلا يقرأ إلا بعد إذن الله وإذا قرأه أيضا فإنه يستعين بالله عز وجل ويتوكل عليه ويتبرأ من حوله وقوة نفسه معتمدا على الله وحوله وقوته جل جلاله إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق دلت على هذا المعنى الذي أشار إليه العلماء أيضا قال العلماء دلت على أن من قرأ مستعين بالله تيسر له ذلك الأمر وفتح عليه فإذن فيها تيسير الله عز وجل للإنسان في قراءته إذا قرأ باسم ربه عز وجل فبغير اسم الله ربنا لا قدرة ولا انتفاع لا قدرة ولا انتفاع فإذن القدرة بأن تقرأ باسم ربك والانتفاع بأن تقرأ باسم ربك فإذن هي استئذان وهي يستمد الإنسان الحول والقوة من الله سبحانه وتعالى أيضا مما ذكر العلماء أن العلم بالله سبحانه وتعالى إنما بداية هذا العلم من هذه البوابة العظيمة وهذا البرهان العظيم برهان الخالقية برهان الخالقية فلما كان هذا البرهان هو البرهان الأعظم للعلم بالله عز وجل فكانت البداية به وكانت تذكير به في القرآن كله فنجد فنجد في القرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون ونجد في القرآن قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فبرهان الخالقية أعظم برهان في كتاب الله عز وجل فلذلك ذكر هنا على وجه الإجمال ثم بعد ذلك جاء تفصيله في ثنايا آيات القرآن العظيم فإذن برهان الخالقية البرهان الأعظم الذي من خلاله الإنسان يعرف ربه عز وجل أيضا مما استنبط العلماء في قوله اقرأ باسم ربك قالوا فيه إشارة إلى عظمة ما سيقرأ لأنه منسوب إلى الرب العظيم جل جلاله فدل على عظمة ما سيقرأ وأنه شيء عظيم وليس أمرا عاديا فهو كلام الله عز وجل فلذلك دلت الآية على أن ما سيقرأه هو أمر عظيم أيضا دلت الآية أن العلم مقدم على غيره فلما أراد الله عز وجل أن يكلف رسوله صلى الله عليه وسلم بإخراج الناس من الظلمات إلى النور وأراد أن ينقل الناس من الجاهلية ومن الظلال إلى الحق وإلى البصيرة فكان البداية بأن علمه هذا هذا الوحي فإذن البدء بالعلم فلما تعلم وتحقق فيه هذا العلم فعند ذلك علم الناس فإذن التعليم لا بد أن يبنى على علم لا على جهل فلذلك كان الأمر ابتداء مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم حتى يكون مؤهلا لذلك الأمر الذي كلف به عليه الصلاة والسلام فكان البدء بالعلم فكان البدء بالعلم فما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ويبلغه للناس باسم ربه أي هذا كلام الله عز وجل وهذا كتابه وهذا وحيه وأن يعرف بنفسه أنه مبلغ عن ربه اقرأ باسم ربك إذن هو يقرأ لنفسه مستعينا بالله عز وجل وهو ينقل ذلك للناس على أنه من عند ربه ويعرف بنفسه أنه مبلغ عن ربه فكل فكل هذه المعاني أيضا قال العلماء دلت عليها هذه الآية العظيمة اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم يقول الله عز وجل خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق دلت على أن الله عز وجل خالق كل شيء فكل مخلوق الله خالقه ثم من بين العموم خص ذكر الإنسان خص ذكر الإنسان هذا الإنسان الذي يكلف بأن يقرأ فيذكره الرب عز وجل بأنه هو خالقه ويذكره بأنه خلقه من علق والعلق خص بالذكر هنا لأنه هو المرحلة الأولى التي يكون التحول فيها في مسار تخلق الإنسان من النطفة أول مرحلة في الانتقال من النطفة نحو سير التخلق لهذا الإنسان البداية من علق البداية من العلق وهي أن تتعلق تلك النطفة وتصبح تلك النطفة ذلك الشيء المتكتل المتعلق في الرحم فتلك البداية هي أول مرحلة في مسار التخلق فهي التي كان منها التحول من النطفة إلى المسار الأول في تخلق الإنسان فذكرها الله عز وجل هنا ثم بعد ذلك تتابع في آيات القرآن بيان مسار مراحل تخلق هذا الإنسان فإذا بهتين الآيتين للكريمتين تبين لنا أن الإنسان مقصود رسالة السماء تبين لنا أن العطاء العظيم من الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان وأن الله أنزل الهدى الذي فيه تعليم هذا الإنسان ودلت على أن العلم عناية الله سبحانه وتعالى بالإنسان في هذا الباب عظيمة وأن هذا الدين يقوم على العلم وأن أعظم العلم العلم بالله عز وجل لأن مقصود وجودك في هذه الحياة أن تكون عابدا لله فأصبح أعظم العلم العلم بمعبودك العلم بمعبودك بما يملأ قلبك خشية وحبا وتعظيما وإجلالا له وقبولا وقناعة بأنه صاحب الحق جل جلاله في هذا الأمر وهو عبادته سبحانه وتعالى فإذا دلت هذه الآية على ذلك وأن الخالقية هي البرهان الأعظم الذي كانت البداية به وأن القرآن بعد ذلك ملئ بهذا الأمر ثم بعد ذلك فتحت أيضا أبواب أخرى للتعريف بربنا سبحانه وتعالى وأن الخالقية أيضا تفتح على الإنسان من باب استشعار النعم فإن النعم موجدها هو الله جل جلاله وخالقها هو الله فإن تفكر الإنسان في النعم التي يتقلب فيها فإن الذي خلقها هو الله وأوجدها هو الله ويسرها هو الله جل جلاله وبهذا كله يشعر الإنسان بشرف بشرف هذا العلم ويشعر الإنسان بنبل ما يعمل عندما يتعلم علم الوحي وعندما يقضي وقته مع هذا الوحي مع كتاب الله عز وجل فيستشعر أي شرف أكرمه الله عز وجل به ويشعر بنبل ما يعمل ويشعر بنبل ما يعلم فإذن هذه من المعاني التي أشار لها العلماء في هاتين الآيتين الكريمتين ونكمل في درسنا للغد بقية الآيات أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ورضاه إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين